ايه القضية اللي انت نفسك تعمليها وتحسي ان بعد العمل اللي عملتيه غيرتي قانون بصي هقولك انا نفسي في حاجة انا نفسي طبعا ان انا اعمل ده بس مركزتش في حاجة معينة مجالش في بالي حاجة معينة قلت انا عايزة غير دي دلوقتي انت لسه هتعودي تفكري بس انا دايما نفسي ان في حاجة انا بحب الحيوانات جدا جدا وعدت فترة كبيرة في جمعيات او الناس بحاول بأي شكل بس بلاقي انه حتى كان عندنا حملة شارع قليف بالنوح مناطق ونقولهم ازاي يتعاملوا مع الكلاب الضلق او كده لانه الناس بتعمل بتقتل الحيوانات بشكل بشكل بس ده انا على جروب معلش يعني انت حطيت ايدك على حاجة ده احنا في رمضان ده انا على جروب بتاع الحيوانات والكلاب يعني اتقوا ربنا دي روح يمسكوهم ويضربوهم ويعزبوهم حزبي الله ونعم الوكيل ليه كده ليه كده ايه الجرم والقسوة والقسوة ايه ده انتوا ايه انتوا ايه دي ناس عيانة ناس عيانة فنفسي اعمل حاجة تعمل قانوني جرهم ده او تعمل او تواعي الناس او تفاهم الناس لانه كمان عايز اقولك على حاجة اعرفتها لما تدخل يعني بتايت اركز مع الموضوع قوي انه في البحيرة مثلا محافظة البحيرة هم كان عندهم كلاب ضلة كسير وقطت وعملوا العمليات اللي احنا بنعرفها دي انه ابادة لا ياريت انا انا نفسي ناس تكلمت اقولينا عندنا كلاب ضلة فاحنا نروح نعرف ان احنا نعيشهم في الكلاب بتعيش في مجموعة نخليها مجموعة واحدة بس للمنطقة دي ونعمل عمليات ده انا انا ياريت يعملوا عمليات انا بيكلمة على الابادة على ان احنا نسموهم او ننتلهم او نروش نضربهم بالنار الحاجات دي فواحد دي بيطلع اقولك طب ما انا خاف على ابني ما انا ابني بينزل يروح المدرسة الصبح بس هو مش عارف لان في حالة عندنا طرق علاج لده فيه طرق علاج وتبعية لده انا ما عنيش مشكلة اكيد فيه ناس بتعاني في مناطق معينة من الكلاب الضلة ما بقولش لأ بس في نفس الوقت ازاينا عالجها عشان ده اللي ترتب عليه من الابادة اللي حصلت دي ربنا خلقنا في سايكل في سايكل كل حاجة مبنية على حاجة فطبعا لما شلنا الكلاب والقطط بالشكل ده ايه اللي طالع علينا التعبين والفران لان اللي بيأكل الكلاب اللي بيأكل التعبين والفران هي الكلاب والقطط فاحنا لما حصل ده الناس ما بقيتش عارفة تنزل من بيتها في البحيرة بسبب التعبين والفران فانتو تيزوا نفسوكم ومش بس تيزوا نفسوكم وده مش صح لان طفل يكبر يلاقي ابوه سهل عنده انه هو يقتل حيوان بالشكل ده يقتل حيوان طبعا ايه هو نفسه حاجل بني هذا مش حاجل على حيوان طبعا انا اذا كان فيه طفل حيوان بابا بيعمل كده وهو صغير هيكبر يبقى عامل ازاي تعملي موضوع زي ده انا قدتلي وانا اهدم عاكي دلوقتي مش مرتبها بس نفسي نفسي اواعي الناس بالشكل ده انو انا بشوف حاجات ما بقدرش يشوفها والله ما بقدرش طب نودي يعني انتي صوتك اعلى من ناس كتير انتي بفنك صوتك عالي جدا ما تطلعي بعد رمضان ان شاء الله يخدي اجازة كده طبعا لانتي اكيد مرهقة جدا انتي تق حاجات كتير طبعا اهدي شوية وباقي اندوري على كاتب ودوري على شركة انتاج وبتدي اشتغلي على البروجيكت ده ويبقى ده اللي انتي عايزة تطلعي للنور لان ده قضية مهمة جدا حواليا بدا شوية في تسعتاشر بي يعني تسعتاشر بي كان بيتكلم عن الحيوانات الضولة والراجل المرتبط بيها وبيكلم برضو ازاي الناس بتعمل عبادة جماعية للحيوانات في الشارع بشكل انتي ممكن تعمليه بطريقة تانية طبعا وتشتغلي عليه بطريقة تانية يعني لا انا بس جات في الماري كده لو ايه القضية اللي بتشغلك يعني مثلا فدي قضية بتشغلك طبعا ودي مهمة جدا لا وبجد والقصوة اللي بيدربوا بيها الحمير اللي على الكارتة ويبقى الحصان والحمار يا حرام متعورين من ورا حرام عليكم ايه القصوة دي بصوا على نفسوكو شوية يعني اقفوا اقفوا مع نفسوكو كده شوية يا رب يبقى الناس اللي في العربيات وفي الشوارع رادي سمعيننا بجد يعني اتمنى زلك